خلنا ننتقل لآخر صحيفة آخر لحظة ومنها نقرأ الوطني الجزيرة يوصي بعزل رئيس تشريع الولاية وحل المجلس قرر المكتب القيادي بالمهتمر الوطني بولاية الجزيرة فصل 19 نائبا من أعضاء الحزب بالمجلس التشريعي ودفع بتوصية للمكتب القيادي بالمركز بعزل رئيس المجلس التشريعي بالولاية بروفيسور جلال من الله إلى جانب توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات خلال 60 يوما وقال نائب رئيس الحزب بالولاية تايلا أحمد فضل عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب مساء أمس برئاسة محمد طهر إيلا رئيس الحزب إن الحزب صبر كثيرا على تفلتات الأعضاء بالمجلس التشريعي ووصف اجتماع المكتب القيادي بغير العادي والحاسم لطيص صراعات داخل الحزب وأضاف أن آخر العلاج الكي وذلك بفصل 19 نائبا من نواب المؤتمر الوطني من عضوية المجلس التشريعي لمخالفتهم قرارات المكتب القيادي للحزب أستاذ خالد فصل 19 نائب وتوصي بحل المجلس التشريعي وفصل الرئيسه هل هناك أي سند قانوني لجأ إليه المكتب القيادي في هذه المسألة؟ طبعا الحقيقة المشكلة الأساسية التي أدت إلى هذا الوضع أو هذه الأزمة أنا أظن السبب فيها هو وجود حاكم للولاية أو والي غير محاسق وغير تحت رقابة الأجهزة الحزبية داخل الولاية نفسها في كل ولاية السودان طبعا لأن الحاكم الولاية أو الوالي هو في هذه الحالة معين من الرئيس الجمهورية وبالتالي عزله وتعيينه يتم عبر رئيس الجمهورية أنا أفتكر هذه سببة الإشكال ليه؟ لأنه تحت في المؤسسات الحزبية هي تمت عبر العمليات الانتخابية حتى إذا كان الحزب الحاكم تمت فيه عمليات انتخابية دفعت بعضائه إلى وزارات إلى مجال استشريعية إلى غيرها وفي حين وجود والي ليس لم يتم أو لم يجاز عبر هذه الأجهزة وبالتالي يحصل الاستضام في حالة الجزيرة الحقيقة هو خلاف قديم وخلاف أظن بين الحركة الإسلامية حسب المعلومات المتوفرة في وسائل الإعلام إنه في خلاف بين الحركة الإسلامية وهي الرافد الرئيسي والمتحكم في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع والي الولاية الذي هو أيضا ينتمي إلى نفس الحركة ولكن تم تعيينه عبر رئيس الجمهورية واليا أنا أظن هذا النزاع تطور وقاد إلى مشاحنات ومصادمات وحتى يعني تصريحات يمكن أن توصف كوصف صحفي بين تصريحات نارية صادم عبرها الوالي خصومه داخل الولاية تطور هذا الأمر إلى أن الوالي طبعا أكيد بهذه السلطات أصبح متحكمة في أجهزة الحزب وبالتالي عنده تأثير كبير جدا النفوذ على المكتب القيادي وبالتالي يمكن أن يقوم بهذا النفوذ بفصل الأعضاء أو خصومه داخل الحزب أما من ناحية إجرائية داخليا باللائحة الداخلية يمكنه القيام بهذا الأمر ولكن برضو دي بتطناقض مع نظام الأساسي بتاعة الحزب كله لأنه هو حزب مركزي حزب المطور الوطني مركزي ومرات تأولائي برضو فيه تناقضات داخلية في لجنة للمحاسبة وهي بتقرر في فصل العضاء أو غيرها داخل المركز وتعلم القضية الشهيرة التي هي قضية فصل قيادات بارزة زي الدكتور غاي صلاح الدين وغيام حركة الإصلاح الآن إن شاء الله زي بصد خالد بصورة عامة هذه الأزمة ربما بلغت ذروتها أمس الأول تصويت كان الصوت الأعلى والكفة مرجحة للأصوات الرافضة للأقل الصوات الغير مهالية للجهاز التنفيذي الآن جاءت ردد فعل بفصل 19 نائب أي دمقراطية داخل حزب المؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة التي يتم معالجة الخلاف فيها بالفصل نعم طبعا لا تحدث الآن عن دمقراطية بالتأكيد بما أننا تحدثنا عن اختيار الوالي عبر التعيين فبالتالي ذا بيلغي فكرة الديمقراطية لكن طبعا بعض المنظرين داخل الحزب الحاكم حاولوا شرعانة هذه المسألة وعملات عديل دستوري عبر البرلمان وإضافة إلى كده بعد ذاك بدأوا تكلموا عن نظريات نتكلم عن الديمقراطية التوافقية التي يتم فيها التوافق دون تصويت أو دون انتخاب ومراعاة الأوزان الجهوية والقبلية وغيرها لكن على العموم من المفارقات أن الحكام الولايات الذين يتم تعيينهم طيلة الحقبة في السودان كانت أكثر إنجازا في مشروعات التنمية وأكثر قبولا ودي مسألة مستقربة برضو خلت الناس تراجع مسألة أنه الديمقراطية في السودان كيف تحقيقها ما عندها يعني السند الشعبي لأنه في إرس من الحكم الشمولي المقبول لدى المواطنين بل ذات في تنمية وكذا إرس حكم الشمولي مقبول لدى المواطنين والله هذه فعلا هي مفارغة لأنه قلت لك طيلة الحقب السودانية زلت مسألة التنمية مرتبطة بالحكومات الشمولية والعسكرية وغيرها من الأنظمة نواصل هذا الموضوع أستاذ خالد بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لمواصلة حق أهلا بكم مجددا مشاهدين وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة من منشتات سودانية سعداء أن نواصل الفقرة التحليلية بصحبة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد سعد أهلا ومرحبا بكم مرحبا بكم أستاذ خالد كنا قبل الفاصل فتحنا ملف خلافات المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة والتي يبدو أنها وصلت مرحلة كسرة العظم بفصلة 11 نائب من الفريق المناوي هل نتوقع أن المركز يلجأ لمعالجات مثل ما حدثت في مشكلة المؤتمر الوطني في القضارف من قبله بإعفاء الوالي ورئيس المجلس التشريعي معا أن يتم لجول ذات المعالجة في الجزيرة والله أنا أستبعد ذلك لأنه أفتكر أنه في توافق بين الوالي الولاية والجزيرة والمركز وتم تعينه من المركز فبالتالي قالت لخلافات داخل الولاية لا أظن ذلك يبدو أن هناك أيضا تستحيلتنا صيد الرئيس كثيرا جدا ما ترددت لدعم موقف إيلا نعم والوضع الطبيعي أظن أن المركز سيساند إيلا وسانده طيلة الفترة الفاتذة بدليل أنه وصل إلى أن يقوم المكتب القيادي بفصل هذه العضوية معناها أن المركز مؤسر ولكن الحسابات ستختلف في الفترة المقبلة خصوصا إذا كانت الانتخابات المعلنة في 2020 نظمت في موعدة أكيد سيتم مراجعة هذه المسألة لأنه قد يحتاج الوالي في هذه الولاية قد يحتاج الحزب نفسه إلى إحداث توافق ولملمة أطرافه ويعادة عضويته البعيدة حتى يستطيع المنافسة في الانتخابات التي يتوقع أن تكون أكثر سخونة من الانتخابات السابقة لأن هناك قوى سياسية عديدة ستشارك في هذه الانتخابات أو أعلنت مشاركتها بدليل انخراط داخل مؤتمر الحوار الوطني ذلك يؤكد أنها مستعدة لخوض هذه الانتخابات طيب انتقال صراعات المؤتمر الوطني إلى واحدة من المؤسسات المهمة جدا جدا زي المجلس التشريعي ألا يتطلب وقفة قوية من المركز على الأقل التصدي لهذه المشكلة؟ بالتأكيد أنا أظن أن المركز سيتدخل ولكن سيتدخل في هذا الإطار إطار التسويات وفي ظل مساندته لوالي الولاية طبعا عضوية الحزب يعني هم لأنهم هم أضاف الحزب هم نواب في المجلس التشريعي ليس لأنهم تم انتخابهم بشكل شخصي وبالتالي والقانون الأحزاب أظن يعني يعالج هذه المسألة أنه أي عضو في حزب يفصل من حزبه بالتالي يفقد يعني نعلم ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر